بنرجو السلامة والأمن لوطننا وهي تتحقق بأمننا وتتحقق بهذا الذي تم مسحوه عند غر الحدث الذي فاهم الدين خطأاً عمن فاهموه قبله خطأاً حكم أطحية فاندم سنة للقادر عليها أهل ده بين القسين دول التريليون دولار مش سنة كده وتسيب الناس كده على جميع المسلمين سنة لا راجع كل كتب العلم والفقه تجد حكم الأطحية سنة للقادر عليها يعني القادر ممكن ما يعمل هاش ولا حيش خش النار أنا بس عايز الناس تبهي تهدى وتتعلم الأصول وتتذكر الكلمات وانا ممكن في ظرف زي النهاردة لو انا قادر اننا ما تبحش وما عملش ضحية وساعة حد في أزمة والله يفتع لك ده مهم في الظرف الاستثنائي طيب لغاية النهاردة برضو القادر والغير قادر دايماً يسأل على مواصفات الضحية والسؤال عن مواصفات الضحية بيبقى طبعاً مرتبط بسعرها ومرتبط بتمنها وقدرته هل مواصفات الضحية دايماً واحدة لا تتغير ولا كمان ممكن في زمن صعب أو في ظرف استثنائي ممكن تقلل المواصفات وبالتالي تقلل التكلفة اللي انت هتدفعها هو يشوف الأضحية باب مفروش جديد يعني غير اللي احنا بنقوله دا نكتدي تمنها لحد محتاج دا اللي هو جديد لكن انت بيجيب دبيحة تتقرب بها إلى الله فشروط الأضحية في ذاتها خلوها من العيوب يعني الله طيب يقبل الطيب بلاش أقول لا يقبله إلا الطيب يعني الله طيب يقبل الطيب وجميل يقبل الجميل فأنت بتقدم حاجة خالصة لوجه الله ربنا أن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والتقوى إنك تتقي الله في اللي حجبها إنها تبقى خالية من العيوب لأنك بتقدمها للخلأك يعني بتقدمها أساساً مش بلحمها لله وإنما الفقراء وكأنك تقدم هذا اللحم الذي تقدمه لفقير بالمناسبة أو لأهلك لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه وربنا بدأ كده في القرآن في سلطة الحج ألف كله منها وأطعمه يعني قبل ما تدي الفقير والمحتاج كول أنت بالهنة والشفى أنت أولادك من الأضحية ده يوم عيد ويوم بيقول عليه مبروك أعطيها الفرح الإجباري يعني يوم العيد ده تشريع يعني اللي ينغم يوم العيد عاصي إلا إذا سبقه الغم وحالك ما يعنيش ممكن تحرك تكرر الجملة دي يعني إيه إفرد واحد حصل له ظرف صعب يعني كده آه خلاص بقى ما أنا قلت هول الظرف حيعمليه ده طاقة إنما واحد يجلب النكد يعني يعني العيال يعني العيال كلها من الجماعة يروح معاكنن عليهم كلهم معاكنن كلهم أو العيال دي ما هي بتعاكنن على الأمة العيال اللي عملوا دول ومفخخة ومبخخة وداخل العشرة اللي بنحتفل بيها وبنقول العمل الصالح أحب فيها إلى الله من غيره وغيره ونكده على الأمة هو يعرف شال كام وزر بني آدم هو نكد عليه هو يعرف ده وعيد إيه اللي حينفعه ولا عشرة إيه ولا رمضان إيه ولا أنا مناسبة ولا أنا دين يا فندم اللي بيتكب عملا إجراميا يكون أثروه على الناس بهذا السوء مرتكب لخطايا لا يتحملها جبد فالغباء وحش وهو يظن العكس تماما موضد ضلال على نفسه لا أنا عايز أقول لحضرتك هو قبل ما يظن فيه جواه سواد عايز أقول لك على معلومة صغيرة وأنا برضو حريص على عدم التطويل النفس المشرقة من غير دين يجي الدين يزيدها إشراقة والنفس المظلمة يجي الدين أقول لك على روعة صورة المائدة القرآن القرآن واحد ما عندناش قرآنين يعني براءتهم من الله أول التوبة في مصحفي وأول التوبة في مصحفك يسألونك عن الأنفال أول صورة الأنفال قد سمع الله أول المجادلة إذا جاء نصر الله والفتحة عندك وعندي وعند الدين يقول لها اسماء صورة النصر ربنا قال على القرآن ده إنه حيزود ناس كفر وطغيان ده إزاي يعني معلش القرآن ما تقفش هنا إشرح أهو أه 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 ولا ما تقفش لا ما تقفش عند النقطة دي وكمل شرح تفضل حاضر وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغِيَانًا وَكُفْرًا